طب دكتور عايزك تكلمني عن أهمية التخدير في العمليات اللي زي دي دي أهم حاجة طبعا يعني إحنا أنا أكاد نهتم بالتخدير الحقيقة أصبحت العمليات بتاعتنا بعد التطور في التكنولوجي تطور الأدوات، تطور المنزار أصبحت كإجراء عملية سهلة جدا يعني عمليتي التكميم بتاخد سهل على ربا وبتتعمل بالمنزار ما بنحسش إنها عايزة أقول لحضرتك الزايدة اللي كل الناس عارفاها أصعب من عملية التكميم بالمنزار والوجع اللي بيجي بعد الزايدة أكتر من عملية التكميم بالمنزار والإجراء ما بعد وحياة المريض بعدها أسهل إنه يرجع لشغله عن عملية الزايدة الطبعية لكن نيجي عند نقطة التخدير اللازم ناخد كل الاحتياطات اللازمة عشان كده زي ببنسافر وندور على التكنولوجي في الإجراء الجراحي مندور على أشهر وأفضل طرق التخدير في العالم كله وأعتقد إنسانا هنا كنا وإحنا رجعين من البلجيكا من بعد مع بروفيسور مولير عرضنا الروكرونيام اللي هو أحسن أدوة التخدير وما زال هو الأفضل ده بروفيسور مولير ده أكبر أستاذ تخدير في العالم متخصص في جراحات السمنة وهو المحاضر الرسمي للفيدرالية الدولية لجراحات السمنة ده بيبه متخصص في جراحات السمنة فقط؟ هو بيشتغل في النمسا مع بروفيسور مولير وهو ده تخصصه بيشتغل وكل دراساته على هذا المجال وكل أبحاثه في هذا المجال عشان كده قدر يطلع علينا بأدوية بلجيكا أفضل دول العالم في شركات التخدير أدوية التخدير ليه؟ عشان هم متخصصين فاتبص تلاقي كل شوية يطلعونا بالأفضل والأفضل والأفضل عايز أقول لحضرتك إحنا لما سفرنا أول مرة عشان نشوف النجاح اللي حقا بروفيسور مولير ما كناش مسدقين لدرجة إن إحنا دخلنا من وراهم بعد ما كنا في العمليات وبقينا نسأل المرضى أنت فعلا مش حاسة بأي درجة من الألم نفسك كويس ما منشوفش مش شايفين الأعراض اللي عندنا اللي كنا ساعتها منلاقيها عند المرضى بتاعتنا بتوعنا وهم خارجين من غرفة العمليات صعوبة في النفس كحة مش عارف إيه شرقانة وشها مش عارف لونه متغير إيديها سقعانة قوي في أحساس بالألم هلوسة ما فيش الكلام ده كأن مريضة كتنايمة وصحية من النوم فعلى طول ده تكنولوجي لازم ناخد بيه ما فيش كلام الكلام ده فرق مع المرضى جدا المريض لما أهله بيشوفوه صحي إزاي وحاسه مش عامل عملية بتبص لهم يتشجعوا عشان كده المريض بيجيب عشرة غيره وده اللي هي سلسلة النجاح إن لما مريض يعمل الآخرين يحسوا بالبساطة والأمان فيبتدوا يعمله التغدير عايز أقول لحضرتك أصبح لجراحات السمنة لأن مريض السمنة عنده مشاكل عنده ضغط عنده سكر عنده قصور في الدورة الدموية للقلب والمخ فلو إحنا بنتابع معاه الأساليب العادية نبقى الحقيقة أصرنا في حق لكن في تغدير مخصص لمرضى السمنة في العالم كله وإحنا الحمد لله دايما ما بنستناش الحاجة تجلنا إحنا بنطلع عشان خاطر نوصل المعلومة إن المعلومة إحنا لو استنينا على ما توصل في الكتب وتدخل في كليات الطب وندرسها للناس ده من أكبر عشر سنين ترجمة نانسي قنقر